اشتركوا في القناة ويحصل في فلسطين المحتلة وفي غزة تحديدا هذه الحرب الشعواء المدمرة لتشنها اسرائيل شنها الكيان الصيوني على المدنيين في غزة على الفلسطينيين على هنة في فلسطين من قتل وتدمير وعقاب جماعي وانتقام عنصري بغيظ سنتحدث في جانب يشمل هو الجانب العراقي والجانب الفلسطيني الحقيقة لأن حديثنا حديث عراقي لابد من أن يحضر العراق في كل هذه المأسات وحديثنا ينصب على المتحدث سماعة المتحدث باسم الاتحاد الأوروبيل الشعون الخارجية يتحدث عن هذه الحرب ويقول بالنص قال يعني كلام كثير لكن ثلاث نقاط أساسية تحدث فيها قالها بالترتيب قال لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لن نعلق على هذه النقاط لكن سنعلق عليها يعني أتلوها لكم يعني أقرأها لكم ثم أعلق عليها فيما بعد قال لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها طيب قال الهجوم هجوم المقامة الفلسطينية يقصد استهدف مدنيين إسرائيليين لا مبرروا له النقطة الثالثة وهي المهمة قال إسرائيل جهة محتلة نعم ولكن حماس جهة أرهابية بداية اللابد من العودة إلى النقطة الأولى التي هي إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها الدفاع عن نفسها الدفاع عن نفس هو حق مشروع للجميع لكل شعوب الأرض ومثاق الأمم المتحدة لصدر عام 1900 بعد تأسيس الأمم المتحدة يعني عام 1945 مثاق الأمم المتحدة أكد على أن كل الشعوب من حقها ما حد الشعب كل شعوب الأرض من حقها تدافع عن نفس إذا ما تعرضت إلى أي عدوان أو أي اعتداء أما أن تصنف أنت هذا مثل ما تريد مثل ما صنف الوضع في العراق يعني ما حصله في العراق هو احتلال واضح بين حتى مجلس الأمم لم يعطي الحق للولايات المتحدة الأمريكية في احتلال العراق لكن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت مجلس الأمم بعرض الحق قراراته قرارات الأمم المتحدة وذهبت واحتلت العراق وفيما بعد يدتها الأمم المتحدة وقفت معها وما زلت تقف معها هذا اليوم بعد 20 سنة من الاحتلال ولكن الولايات المتحدة أصدرت قرار في حينها قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هم دولتان محتلتان للعراق يعني اعترفت أن العراق دولة محتلة واللي احتلوهم والأمريكان والبريطانيين طيب أليس من حق الدولة التي يحتلها أجنبي تأتي قوة من الخارج عبر الأطلسي تأتي مهما كانت هذه القوة حتى لو على حدودها تحتلها وانت اعترفت بها عملية احتلال أليس من حق من يقاومه لماذا اعتبر كل من قاوم من العراقين هو إرهابي ويعني قتل من قتل ومن مسك منهم رمول الأمريكان بسجونهم وبعد ذلك سلموا لحكومات هذه المتعاقبة التي قتلت الكثير من عدهم ربما بقي بعض منهم القليل منهم يعني تنخر أجسادهم الأمراض وما زالوا في السجون بتهمة الأرهاب وسمي في ذلك الوقت هؤلاء الذين جاءوا مع الاحتلال سموا يعني الأمم المتحدة تسميه احتلال وهم يسمونه تحريرا طيب أليس من حق الفلسطينيين وإسرائيل تحت الأرضهم وتحت البيوتهم ومزارعهم وأراضيهم وتبني جدارا عنصري عن فصل العنصري وتهينهم وتهين كرامتهم وتهين دينهم وتقتل أطفالهم وتقتل شبابهم وتعنفهم وتحبسهم في هذا الشريط الضيق هي منطقتيها فقط يعني في كل فلسطين ممسيطرين عليها يعني من ضمنها غزة هذه يعني وغزة كل طولها 360 كيلومتر كل مساحة 360 كيلومتر طولها حوالي 41 كيلومتر ويعني عرضها في أوسع حالاتها 15 كيلومتر من 5 إلى 15 كيلومتر في هذا الشريط اللي حد البحر الأبيض المتوسط وفي جنوبه سيناء ومصر وإسرائيل كان الصهيوني يحتل كل المناطق الأخرى حيطة من كل جهات في هذا الشريط يعني تجبرهم على الموت وياما جرت يعني من عام 48 لحد الآن مجازة كثيرة العالم كله يعني لا ينتبهي إليها ومجلس الأمن صدر قرارات كثيرة كان يريد أن يصدر قرارات كثيرة ضد إسرائيل لكن كان الفيتو الأمريكي يمنع بالك أكثر من خمسين مرس تخدم الفيتو الأمريكي لمنع قرارات ضد إسرائيل الآن يقول أن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها مثلما تعطون الحق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها تعطوا الحق للفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم ما هذا دفاع عن نفسه مرد الفعل عنيف ممكن أن يكون ما هذا الذي جرى يؤدي إلى ذلك سنوات وعقود عديدة من الإهانة والحصار والعدوان والأذى والاستيلاء هذا يؤدي إلى هذا الحال النقطة الثانية يقول هجوم المقاومة هذا اللي جرى يوم سبعة بالشهار استهدف مدني إسرائيلين لم يبرر له طيب هو ليش يعني من عام 1948 لحد يوم سبعة تشرين أول الماضي هذا اللي بدت به هذا الهجوم هجوم المقامة الفلسطينية كم من الأعمال العدوانية ارتكبت إسرائيل ضد الفلسطينيين ما هي هجرتهم واخذت بيوتهم واخذت أراضيهم واخذت مزارعهم وسلبتهم حياتهم وكثير من عدهم مئات الآلاف فرمتهم بالسجون واعتقلتهم هذا كل يعني موستهداف المدنيين قتلت أطفالهم قتلت شباب وفي أي وقت يعتدون عليهم ولا أحد نساءهم يعني شاهدنا صور النساء يعني يدوسوهم بأقدامهم بالشوارع هذا كل معتداء على المدنيين لكن يعني قد دماءهم دماء ودماء الفلسطينيين ما لا يمكن القول هذا هذا الكلام يجب أن يكون يعني لا يأخذ على عواهنة يأخذ بتفاصيل الدقيقة ويجب أن يدرس يقول أيضا إسرائيل جهة محتلة ولكن حماس بغض النظر عن رأينا بحماس وضعية حماس بهذا الشكل لكن حماس منظمة إرهابية طيب هو شنو تعريف الاحتلال ويختلف يعني ما هو التعريف الحقيقي للإحتلال لكي يختلف عن الإرهاب يعني ما احنا شاهدنا الاحتلال في العراق شاهدنا يقتل ويدمر وهجر هجر العراقين وقتلبهم وسلبهم أموالهم ودمر بيوتهم الناس تمشي بالشوارع كانت دبابات تمشي على سياراتهم وعوائل كثيرة يمشون في الشوارع قتلوهم هذا كله مو أرهاب يدخلون إلى بيوتهم وقتلوهم واختصبون النساء ويسرقون كل الأموال وسرقوا بلد كامل من أجل فقاعات كذبة أسلحة الدمار شامل الأرهاب ما عرف منه وبالتالي هم ما اعترفوا أنه لا وجودة لهذا طيب هذا الاحتلال كله باطل وكله غير شرعي وكله أرهاب طيب ما ما اختلاف الارهاب عنها يعني هذا ارهاب وهذا مو أرهاب ما يجب أن نعرف حقيقة ما نتحدث به يعني يعني في ضرب العراق عندما أمريكا كانت تضرب العراق وحاصرة العراق يعني الحصار هذا مو أرهاب الحصار الإسرائيلي لغزة مو أرهاب هذا يعني عندما يموت الناس في حصار الأمريكي على العراق مات أكثر من مليون عراقي أكثر من نصف مليون منهم من الأطفال الرضع اللي يعني ما عنده لا حليب ولا دواء وعندما سئلت مادلين الوبرائت اللي كانت وزيرة الخارجية هل يستحق حصاركم أن يقتل من أجله أكثر من نصف مليون طفل بريء عراقي قالت هي يستحقون حصارنا يستحق أن يقتلها هكذا ينظرون بهذا كذا إجرام بهذا كذا احتقار للإنسانية واحتقار لحقوق الإنسان تحدثون عن حقوق الإنسان وتحدثون عن إرهاب وغير إرهاب هذه كذبة كبيرة نفس الشيء فعلت إسرائيل أيضا حصاره والناس تموتوا وكهرباءهم يقطعون عنهم يعقبون الناس عقاب جماعي يعني هذا الدرس الأمريكي يسقطوه بإسرائيل وإسرائيل تسقط دروسها عند أمريكا بمناطق كثيرة ومنها العراق الاحتلال هو الاحتلال مهما كان وهو إرهاب تحتل أن تقوم بفعل وهناك رتفعل هكذا هي الأمور لا يمكن أن تتحدث هكذا وعلى الناس أن تصغي إليك وتقتنع فيما تقوله هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي وغير مقبول لذلك ما يجري في فلسطين اليوم في غزة تحديدا هو جريمة بكل معاني الكلمة العالم صامت عنها يتحدثون بلغة ليس لها علاقة لا بحقوق الإنسان ولا بالإنسانية ولا بالديمقراطية التي صدعوا رؤوسنا بالحديث عنها نجيب لكم الديمقراطية وحرية الإنسان وما تحترمون الإنسان وما تحترمون الحيوان أنتهم ألم أن تحترمون أنتم لا تحترمون بشر أنتم ترون الناس بالذات العرب يعني ليسوا بشرا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي هؤلاء حيوانات في غزة يجب أن تطلقوا هذا المنطق لقائله أي عربي لكانت قامت الدنيا ولم تقعد كان دخله بعنصرية وكره ومعرف منه وحاكمه معكبة العدل الدولية كالآن غير منطقي وغير حقيقي والله يعين الناس لأن هذا الزمن ليس فيه عدالة وليس فيه حقوق وليس فيه إنسانية مع الأسف الشديد لو كانت هناك عدالة لا أعطيه كل ذي حقا حقه وهكذا هي الحال الدنيا هكذا هذا ما يجري ليس فيه أي حق وإي حقوق وإي عدالة وما تحدث عنه الغرب هو قمة في الاستهتار والكيل بمكيالين لقضية واحدة مع الأسف الشديد وخذوا أوكرانيا وما يحدث في روسيا وقارنوا بما يحدث بين إسرائيل من الكيان الصهيوني والفلسطينيين ستجدون المعايير تختلف في قضايا متشابهة في حديث متشابه مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستوجعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر